بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد الباشا وان شاء الله هنبدأ مع بعض نوفمبر ريفيجن لي جريد فور دي ريفيجن نومبر تو احنا كمنا عملين ريفيجن في اكتوبر ودي ريفيجن بتكمل الجزء اللي بعد كده اللي هو كونسيبت فري اند فور يعني ريفيجن دي فيها اسئلة على كونسيبت فري وكونسيبت فور مهم جدا ان انت تذاكر كل جزء في المنزمة وجميع الاسئلة اللي موجودة في الريفيجن دي هي متجاوب عنها في اخر المنزمة وان شاء الله الاجبات كلها تكون صحيحة هدف الفيديو انه هو يعرفك في ايجاز كده المنزمة جيب تتكلم عن ايه لان قبل كده كنا شرحنا سؤال سؤال فالناس قالت ان الريفيجن كانت طويلة جدا والولاد مقدروش ان هم يعني يكملوا الفيديو الاخر ولكن طبعا المنزمة مليانة اسئلة كتيرة جدا لو قعدنا نحلها هتاخد مسلا ساعة ونصف انا بحاول ان انا ابسط لكم الموضوع وفي نفس الوقت عاوزك انت تتعود وتعتمد على فكرة ان انا بدور على المعلومة يعني فهمنا قصدي ايه عاوزين يعني شارك بعض في الموضوع ده ولكن برضو انا بطرح عليك الاسئلة وايجابتها وبقول لك على اهم الاسئلة وده ان شاء الله يفيدكو جدا جدا ويكون الامتحان كله من الملازم دي اول نوعية من الاسئلة هي scientific term write scientific term write scientific term هو سؤال هدفه ان انك تقرأ لسنتنس كويس وتقوله دي ايه يعني مسلا اقول لك اه انيمل مسلا هاز لونج مسلا اه اه تيل مسلا عنده ديل طويل اند كان مسلا مش عارف اه جامب مسلا اند مسلا اه يعني اتشرح لك قصة وانت تقول لي ده مين ايه الانيمل ده مسلا زي السؤال النمور ان يقول لي ايه انامل همين اللي كان بيعمل كده؟ طبعاً الانيمالز زي الكات مثلاً والتارسير منكي التارسير منكي ده كان منكي بيشوف في الليل عينيه كانت واسعة بيشوف في الليل فاهمنا قصد ايه؟ يقول مثلاً طايني منكي فيه ارد هاز لينف اباوت تين سنتيميتر لونج الارد كله على بعضه عشرة سنتي ده انهي نوع من النوع المنكي احنا خدنا نوع من النوع المنكي اسمه تارسير منكي يبقى انا ابتدي اعرف ازاي اكتب تارسير منكي مثلاً نوع من انواع الانرجي احنا كلنا خدنا ان فيه حاجة اسمها لايت وان اللايت ده بيحصلوا ريفليكتو ان اللايت ده فورم اوف انرجي نوع من انواع الانرجي يعني انرجي يا مستر يعني طاقة انت بتشوف فبتشوف بشكل ان اللايت بيجي على عينيك فينزل على عينيك وبعد كده عينيك تستقبل ده وتبروح للبريين تبعاتل تقول له الحق يا بريين احنا شفنا حاجة مش عينيك هي اللي بتطلع اللايت بتستقبل اللايت بتستقبله منين من الابجيكت بقى فيقول لي هنا فيزبل فورم اوف انرجي نوع من انواع الانرجي بقدر اشوفه that enables us to see طبعا لايت انرجي ماشي او نقول لايت بس صح طيب هتلاقي اسئلة كتير في الملزمة طبعا مش هنمشي كل الاسئلة دي ولكنها كلها حاجات سهلة جدا واللي ما تعرفوش هتلاقي اجابته مظبوطة اره ولكن مسلا في عندنا اسئلة مهمة زي مسلا material that allow light to pass through الماتيريال اللي بتسمح اللايت ان يعد من خلالها ده طبعا transparent material احنا كنا اخدنا نوعين من الماتيريالز transparent material and opaque material opaque material that we can't see through it اللي احنا ما نقدرش نشوف من خلالها زي البوك مثلا زي الكتاب انت راحوط الكتاب تحت الصورة او فوق صورة مش هتشوف الصورة ليه لان light can't pass through the easy book ممتاز طيب طبعا في عندنا اسئلة كتير انا حط لكو twenty one question على scientific term وياريت ان انتو تحلون كلهم واجاباتهم طبعا موجودة كلها في الايه في الاخر النوعية اللي بعد كده من الاسئلة هي complete complete the sentence يعني ابتدي كمل الاجابات ودي sentence بتجيلك انا حط لك حوالي تسع اسئلة بس sentence بتجيلك وتقول لك كمل لي ده ومن اهم اهم الاسئلة هو light travel in a line مهم جدا السؤال ده وده بيجي كتير في امتحانات يقول لي light travel in straight line اللايت بيمشي في straight line يعني قصده ان اللايت بيمشي في خط مستقيم لو حاجة واقفت قدامه ما بيقدرش يعادي بمعنى انت معك لمبا لامب يعني لمبا نور النور والنور ده نازل على كتاب والكتاب ده نازل عليه light ولكن ما نورش وراه لان اللايت وقف على الكتاب مقدرش يعد لان النور بيمشي في خط مستقيم بقدرش يلف ورا الكتاب بام زي الاتر كده هو ماشي فعندنا اسئلة complete اسئلة مهمة جدا جدا بعد كده عندنا اسئلة choose the right answer choose the right answer يعني اقول لي الاجابة الصحيحة وعندك اه سؤال اول سؤال بيقول لي all following كل اللي جاي are considered as light source كلهم يعتبروا light source except من except طبعا انت عندك light source يعني مصدر للضوء source of light فعندك مثلا السن الفاير هل الاي بقى تعتبر source of light وعندنا طبعا ايه light lamp طبعا اللايت lamp بتطلع نور والفاير بتطلع نور والسن بتطلع نور هو بيقول ليها source of light هل الاي بقى وداخل ان اعتقاد قديم هل الايس هي اللي يعني emit light هي اللي بتطلع light طبعا لا العين مش بتطلع light دايما القصدي ايه لي just receive light طبعا حلوة قوي طبعا بناخد سؤال تاني يقول لي energy effect sensory receptors آآ آآ نوع طاقة بيأثر على المستقبلات بتاعت العين of living organism causing vision بتسبب الرؤية طبعا ده ايه طبعا ده light energy نور تاس جدا عندنا طبعا اسئلة آآ كتيرة مفيدة آآ مسلا ممكن نقرأ السؤال ده عشوائيا كده ويقول لي itch animal itch of human fishing cat and tarsier monkey طبعا هاز excellent night vision عندهم رؤية بالليل كوي سوي طب ما الانسان ما عندوش excellent night vision فالذا كده مش هينفع معانا الاختيار ده مش هينفع become more active at night يعني الانسان والحيوانات وكده بيقوب لا طبعا الانسان بيدان بالليل مفروض يعني الانسان بيدان بالليل has mirror like membrane in its eyes يعني زي الكات كده الكات كده الكات كده لو انت طبعا لازم تفرج على الدروس قبل ما اتحال ده كنا شرحنا ان الكات عندها زي reflective membrane كده عندها حاجة بتعكس light فهم لا يبقى الانسان ما عندوش الحكاية ده it has two eyes adapted for vision اه ده صح بقى يعني عنده عينين has two eyes adapted for vision يعني بيتناسب مع مستوى الرؤية الموجود انا مثلا موجود في قوضة ضلمة فعناي بتبتدي تتأقلم وتحاول تشوف الحاجات في القوضة الضلمة دي على قد ما تقدر فكان be adapted طيب حلو قوي ممكن ناخد سؤال تاني مثلا زي ما قلتلك هو light wave travel in a line طبعا street e street lines ده سؤال مهم جدا 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 طيب ناخد سؤال اخر مثلا يقول لي ايه firefly firefly اللي كنا كلمنا عليها is not a bird هي مش عصفور او مش نبات ايه مش قصدي مش 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 طيور but it has او it is a type of e هي طيب من ايه طيب من الامفابيانس ولا ليزرز ولا بيتلز ولا ريبتايلز طبعا احنا ماخدنا الحاجات دي كلها احنا خدنا البيتلز اللي هي الخنافس دي كان اسمها fireflys beetles صح لازم تكون فاكر الكلام ده مهم جدا لما انت توقف قدام كلمة تروحت ايه تدور على اسمها يعني فاهم يعني مثلا ايه الريبتايلز اللي هي الزواحد فاهم او او مثلا الامفيبيانس اللي هي ايه الحاجات اللي هي الماملس مثلا الحاجات اللي هي بتخلف وهكذا فا انت مهم جدا ان انت تعرف اسامي ايه اسامي الاكتشالة المثل من المالذات يعني يعني لو انت حبيت تدور على المعلومات يعني طبعا ده Hate choose هنا انا احطيت لك اسئلة كتير في Hate choose وتقدار ان انت تحليها كلها وبعد كده عندنا اسئلة true or false اسئلة true or false اسئلة برضو مهمة وهرجع افكرك ان هدف الفيديو هو ان يعرفك بس نوعيات الاسئلة الموجودة في الملزمة فبيقولي هنا مون اول سؤال مثلا في الترور فورس يقول لي moon is not considered as a light source طبعا صح المون الأمر ما يعتبرش source of light قل لي يا مستر طب أنا ما ببص في السماء وبلاقيه نور it reflect sunlight هو بيعكس نور الشمس يعني الشمس موجودة في حيطة تانية احنا مش شايفينها وبتنزل نور هو بيستقبل النور ده ويعكس هولنا لكنه بديل للشمس بس هو بياخد نوره من الشمس just reflect sunlight not a source of light هو مش مصدر لي طيب تعال نروح تاني للاسئلة مثلا transparent object include air الحاجات الشفافة transparent ده اللي هو شفاف includes air water polished mirror glass and the lens system لان المراية اللي همت لماعة دي المراية دي هتلاقيها ان هي بتبقى بتعمل reflect the opaque المراية بتكون ايه المراية بتكون opaque فانت لو بصيت حتى في الإجابات هتلاقيها false في الترورة false لان الميرور not transparent اعرف تبقى transparent امتا لما تعدي النور لما تسمح للغاية نوعية اسئلة الترورة false عاوزة تركز فيها لان بييجي في المتحان اسئلة true or false وفيه طبعا اسئلة انا بسيبها بس انا لو اعادت احل كل سؤال من دولك في ناس مش هتبقى كون مبسوطة يعني هيبقى طويل اول فيديو عليهم ويعني ما اخدوش في مساحيتهم من هما الحلوة correct طبعا ده نوع من انواع الاسئلة مش عارف هو كان موجود قبل كده في revisions اللي فاتوا لأ بس correct ده سؤال بتعمل correct يعني انا بقول حطط لك خط تحت كلمة وانت بتقولي الكلمة دي تصحيح بتاحها ايه؟ يعني مثلا اول سؤال بيقولي human and the cats الانسان والقطط are similar similar دي يعني متشابهين in their seeing ability at night يعني هما متشابهين في حتة انه هما بيقدروا يشوفوا بالليل طبعا لا الانسان غير الكات الكات دي بتبقى بتشوف بالليل احسن من الانسان فبدلا ما هي similar هنقول ايه different هنكتب كلمة ايه؟ هنكتب كلمة different different يعني مختلفين مشي يعني ايه؟ يعني مختلفين وهكذا بقى تلاقي مسلا سؤال يقولي ايه؟ nocturnal animals has weak night vision لا دول عندهم strong night vision طبعا لازم نقرأ الجملة كلها وهكذا انواع كتير من الاسئلة خد بالك ان صوت المرأة بيكون high pitched sound high pitched sound يعني بيبقى صوت ناعم صوت الراجل او الحاجات الخشنة عموما اللي هو line مثلا human مش عارب الحاجات دي بتبقى low pitched sound ماشي؟ طيب اسئلة try to answer بقى انا مجاوبها لكم برضو هتلاقي انواع اسئلة مختلفة في منهم choose وفي منهم اللي بيكون arrange يعني السؤال ده arrange ده جميل جدا يقول لي arrange the following statement to choose the correct sequence and how human see different objects ازاي الانسان بيشوف different objects طبعا هتقرأ بقى الترتيبة دي هتقراها وتشوف ازاي نراتبهم يعني فاهم من قصد ايه طبعا الترتيبة دي انا برتبها لك في الانسر وهتلاقيها مظبوطة يعني في الاول light wave bounce off يعني الاول light wave ترجع ثانيا ال reflected light wave هتلاقي بعد كده بقى الايه الاجابات بتبدأ بالكلمة دي يعني ان النور ينزل على الحاجة وبعدين يرجع لعنينة وبعدين النيرف تبعت للbrain والbrain interpret الbrain يبتدي يترجم المعلومات دي ويقول لي انا اعمل ايه يعني فاهم انواع ال reflection هنا وزي ما فكركو ده كله متجاوب في ملزمة revision الاكتراسيز الاخير ده مهم بتاع ال high pitch وال low pitch دوت وطبعا المودل ال answer موجود الملزمة دي هي هداية ليكو وحقيقي يعني ده ملخص سريع جدا 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 ليها ويتعرفك بس ازاي تتعامل مع الملزمة دي امسك الملزمة واتبعها وبتدي ان انت امسك سؤال سؤال واللي ما تعرفوش علم عليه وبعتولي على الwhatsapp لو انت مش عارف تجاوبوه ولكن اجابته هتلاقيها في اخر الملزمة ولو معاك برنامج ترجمة ترجم الكلمات الصعبة واكتهد واكتهدي عشان تكوني دايما الاولى وان شاء الله تكونوا دايما الاوائل وبتمنى لكم يا رب من كل قلبي التوفيق والنجاح كنت معاكم مستر احمد الباشا باي باي